الأوراق باتجاه واشنطن احنا كلمنا على الأوراق باتجاه تل قبيب طبعا فيه أوراق طبعا بس إذا أنت قدرت تقدر تحرك الإرادة بتاعتك لتحرقات فعلية يعني إنت قلت يا حدراك بداية الخيط بتاعها المصالح اللي مرهونة بالتعامل مع الدولار الأمريكي السندات المشروعات اللي موجودة سواء المعلن منها أو غير المعلن داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكن للأسف الولايات المتحدة ذاتها لم تعد لديها القدرة للضغط على سعيد ما يبدو كده يعني هذه الإدارة من الواضح أن فيه تأثيرات لللوبي الصهيوني الضخم داخل الولايات المتحدة يعني شوف إحنا عندنا حركة الاحتجاج الوسعة في الجامعات الأمريكية الحركة الطلابي وإحنا نتكلم على دي أرق الجامعات اللي موجودة لكن الطرف الآخر عنده لوبي ضاغط مقارنة بأي اللوبيات اللي إحنا ما إدرناش ما نقدرش تقول خلينا نتكلم بوضوح لإنك أنت بتحب حديثك يبقى مصرحة ومكشفة إن ما عندكش اللوبي عربي ضغط بدرجة كبيرة ممتدة ليه طبيعة مؤسسية وليه قنوات منتظمة وشغال على مدار العقود مش مرتبط بعام أو مرتبطة بيه التوقيت بحدس أو مرتبط بعدس وده اللي بيخلي اللوبي الصهيوني مختلف في أداءه عن اللوبي اليوناني عن اللوبي الإيراني عن اللوبي الكوبي عن أي من اللوبيات لأن مراكز يعني مراكز الصقل داخل اللوبيات المتحدة اللوبيات الدغط في جوز المن في جوزة آخر بقى مرتبط بوسائل الإعلام مراكز البحث والتفكير الضغوط داخل القنج محدش ينكر إن فيه أصوات داعمة وفيه حرقة استقالات داخل الإدارة الأمريكية داخل إدارة بايدن اعتراضا على السياس اتجاه الدعم الكامل لأن حتى يسير راحزة لو بنتكلم حوالين التعليق المساعدات الأمريكية بنتكلم حوالين ما تقدرش تكلم عن مساعدات الكاملة ولكن مثلا نوعية محددة من الأسلحة صفقة محددة نتيجة التأثير الضخم خاصة وإن من يمين نتنياهو نجح إنه هو يوظف إن إن الدعم من هذا اللوبي هيبقى محورية جدا في حلبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعندما يشير إلى أن إدارة بايدن ليست متعطفة مع إسرائيل وإنت تستغرب أما تيجي تشوف كله داومش متعطفة كله دا بص أولا توصيف حرقة حماس منها مش حرقة مقاومة على فكرة أنا موقف السياسي دا حماس مش وافع ليك لكن في الأزمة دي مقاربتي مختلفة لتوزانات مختلفة صح بتقوم بيه الدولة المصرية اللي إحنا دايما لازم نبقى وراها في كل تصوراتها وتحرقاتها وتقديراتها في التعامل مع هذه الأزمة فالتطبق التامل في فكرة بالمناسبة هما مش رفضين كانوا عملية رفح لكن شريطة أن تحافظ على المدنيين الفلسطينيين مش عارف إزاي يعني إزاي جيش احتلال حيخش منطقة بغرافية وحيقدر يفصل المسلحين أو الكتائب الأربعة لحركة حماس عن غيرهم من المدنيين النقطة التالتة وهي فكرة وقف إطلاق النار بشكل مؤمن هما مش متكلموش قالص عن فكرة نهاية العرب ويمكن المقترح المصري كان بينطوع على زجاء أنه هو كان مركز على أنه يتضمن عدة مراحل لوصل للمرحلة الأخيرة دي تؤدي إلى نهاية الحرب لكن للأسف نتيجة اختلال موازين القوة لصالح إسرائيل عسكريا وإن كان ليست مختلل صالحها سياسيا لأن أي من الأهداف الأساسية لإسرائيل لم تحققها أن لا تزال هناك مقاومة في مواجهة إسرائيل أن علاقتها ستبقى مهددة مع القوة الرئاسية الشريكة لها في مصاري السلام هيؤدي ذلك إلى مراجعة من وجهة نظر لمقاربة العلاقات العربية الإسرائيلية وليست فقط العلاقات المصرية الإسرائيلية ربما أيضا مسألة النظرة لأمريكا كفاعل رئيس في الإقليم أول منها زدتها مصر يعني خاصة بعد الحراق اللي حصل في 2011 والوعي الكامل من جانب مؤسسات الدولة أن هناك رعاية لمشروع الحكومات الملطحية في المنطقة العربية ورهان على الحجبة السوداء لقوة طيرات الإسلام السياسية صحيح إحنا الأخمدنا لهم هذا المشروع وأعتقد أن استكمل بقى مع مشروع قصة عيد في تونس مع ضرب بعض القوى الظلامية بعد القرار الشيخ مشعل الأحمد في الكويت صحيح قرارة تاريخية بصرح تاريخية بالزبط تصيح للبصار جدا جدا ترجمة نانسي قنقر